خلينا نروح لقصة تانية لطيفة النهاردة معينا قصة عن مواطن بريطاني اسمه ريس ويتوك عمره 39 عاماً في شبه كبير من دوق ساسكس الأمير هاري الشبه الكبير كان سبب انه يحصل على راتب شهري كبير وصل لألفين دولار يومياً وده بعد التحاكل العمل لصالح إحدى وكالات الإعلان ليقدم مشاهد تمثيلية عن شخصية الأمير هاري ريس عمل لقاء مع صحيف الديلي ميل البريطانية وقال انه حقق شهرة واسعة بعد ما أصبحت أخبار الأمير هاري محط اهتمام العالم خاصة بعد انسحابه من العائلة الملكية زي ما احنا عارفين وإصداره كتاب بيحكي فيه مشاكله الخاصة قال كمان انه لم يتوقع انه هيستفاد من شبهه بالأمير هاري وكان فاكر ان الموضوع لن يزيد عن التقاط الناس مثلاً لصور معاه لكن الشهرة كانت سبب في انه يحصل على ألفين دولار في اليوم الواحد مقابل تقليد أو أداء دور تمثيلي مقتبس من حياة الأمير اليومية